موسيقى وفقاً للمعلومات التي نشرتها وكالة الأنباء الروسية تاس فالأول من نوفمبر 2021 تواصل روسيا والبرازيل مناقشة صفقة شراء نظام بانتسير اس للدفاع الجوي منخفض الارتفاع الذي يعتمد على الصواريخ والمدافع الرشاشة الثقيلة ففي الوقت الحالي لا تزال قضية شراء البرازيل لبانتسير مطروحة على الطاولة والمناقشات مستمرة فهي تناقش شراء أنظمة دفاع جوي روسية منذ عام 2013 في الأصل كان من المقرر توقيع العقد في عام 2015 وفي مايو 2016 قال رئيس الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني أليكزاندر فومين إن روسيا مستعدة لتسليم أنظمة بانتسير للبرازيل لكن العقد لم يتم توقيعه بعد بسبب مشاكل داخلية في ذلك البلد وفي أبريل 2017 خلال معرض لد الدفاعي في البرازيل تداولت مصادر عسكرية أن البرازيل كانت مهتمة بشراء أنظمة بانتسير اس واحد المضادة للطائرات الروسية الصنع والتي تعرف في الناتو باسم SS22 كير هاوند وأفادت الصحافة أن وزارة الدفاع البرازيلية تخطط لشراء 12 نظاما من أنظمة بانتسير اس واحد على أساس هيكل شاحنة مان الألمانية من شركة راينميتل من أجل تفعيل ثلاث بطاريات لقواتها المسلحة هنا يقول بعض الخبراء الغربيون إن تأخر البرازيل في شراء أنظمة جوية للارتفاعات المخفضة أمر غريب حقا فدولة بحجم البرازيل تستغرق أكثر من عشرة أعوام في جدال ونقاش حول شراء أنظمة دفاع جوي رخيصة الثمن مقارنة بالأنظمة الغربية الصنع دليل على أن بيئة أمريكا اللاتينية هي في نفس الأساس منخفضة الصراع ونادرا ما تحدث الحروب بين الدول المختلفة وأغلب مشتريات الأسلحة في هذه القارة هي لمقاتلة عصابات المخدرات وكذلك الحركات الثورية اليسارية التي في الأساس لا تمتلك قوات جوية والبانسر S1 هو نظام دفاعي جوي صاروخي مدفعي مصمم لحماية التجمعات العسكرية والمنشآت الإدارية والصناعية من الطائرات المقاتلة والمروحيات وصواريخ كروز والأسلحة الموجهة بدقة ويجمع النظام بين الصواريخ والمدافع بما في ذلك 12 صاروخا موجها أرض جو من طراز 75A6 ومدفعان أليان طراز 2A38M عيار 30 ملي متر تم تطويرها من مدفع GSH30 ثنائي السبطنات المستخدم في أنظمة الدفاع الجوي الروسية الشهيرة يمكن للبانسر S1 تدمير الأهداف الجوية من 200 إلى 4000 وبارتفاع من صفر إلى 3000 متر بالمدافع ومدى من 1200 متر إلى 20 كيلو متر بالصواريخ وعلى ارتفاع أقصى 15 كيلو متر وبالطبع هذا الكلام نظري فلم يتم إثبات هذه الأرقام بشكل فعلي وضد قوات جوية متطورة ويعد البانسر S1 الذي يعرف في الغرب باسم SA-22 Greyhound نظاما صاروخيا للدفاع الجوي مصمما لحماية المناطق العسكرية الحيوية الصغيرة والكبيرة والأهداف الصناعية ووحدات القوات البرية وتعزيز وحدات الدفاع الجوي المسؤولة عن حماية القوات والمنشآت العسكرية ضد الهجمات الجوية الموجهة بدقة من ارتفاعات منخفضة ومنخفضة للغاية تشتمل النسخة المحمولة من نظام بانسر S1 على مركبة قتالية ما يصل إلى ست مركبات في البطارية وصواريخ موجهة أرض جو وقذائف عيار 30 مم ومركبة نقل وتلقيم واحدة لكل مركبتين قتاليتين وصيانة ومرافق التدريب تم تصميم بانسر S1 من قبل مكتب KBB Instrument Design في توالا روسيا وتم تصنيعه بوسطة مصنع أوليانوفيسك الميكانيكي في أوليانوفيسك بروسيا تم الكشف عن بانسر S1 لأول مرة للجمهور خلال معرض ماكس الجوي في جوكوس فيسكي بالقرب من موسكو في عام 1995 وفي مايو 2000 طلبت الإمارات العربية المتحدة 50 من أنظمة بانسر S1 مثبتة على مركبات مدولبة من ترازمان SX45 الألمانية ثمانية الدفع وبلغت قيمة الطلب حوالي 734 مليون دولار تم تسليم الدفع الأولى في نوفمبر 2004 ومع ذلك طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة رادارا جديدا وتم تسليم أول دفعة للنظام المكتمل في عام 2007 وكانت الإمارات قد ساهمت في تطوير النظام بعد أن توقفت الحكومة الروسية من تطويره بسبب الصعوبات المالية هنا تدخلت الإمارات ودعمت المشروع ليتم إكماله وقدمت سوريا طلبا لشراء 50 نظاما من أنظمة بانسير 1 وبدأت عمليات التسليم في يونيو 2008 كما قدم الأردن طلبا لعدد غير معلوم من الأنظمة دخلت أول عشرة أنظمة صواريخ أرض جو مضادة للطائرات من هذا الطراز الخدمة مع القوات الجوية الروسية في الثامن عشر من مارس 2010 وفي الثامن عشر من يناير 2020 أعلنت سيربيا عن شراء ستة أنظمة وفي فبراير 2020 تسلمت الدفعة الأولى من المنظومة التسليح الرئيسي يتكون من 12 صاروخا موجها أرض جو من طراز 57E6 ومدفعا آليان طراز 2A38M30 عيار 30 ملي متر وهو مزود برادار متعدد المدى قادر على اكتشاف الأداف الجوية بسطح تشتت فعال يصل إلى 2 إلى 3 متر مربع على مسافة تزيد عن 30 كم وتعقبها من مسافة تزيد عن 24 كم الصواريخ تعمل بمرحلتين يعملان بالوقود الصلب والموجهة بأمر لاسلكي في حاويات جاهزة للإطلاق محكمة الغلق ويتم ترتيب الصواريخ في مجموعتين من ستة أنبيب على البرج ويتميز الصاروخ بجسم ثنائي العيار في تكوين ترادفي المرحلة الأولى عبارة عن معزز يوفر تسارعا سريعا خلال أول ثانيتين من المرحلة ثم بعدها فصله عن مرحلة المحرك الصاروخي الأساسي الذي يستمر نحو الهدف والمحرك الصاروخي الأساسي أو ما يطلق عليه سيستنر هو الجزء عالي المرونة من الصاروخ يحتوي على قطبان متعددة شديدة الانفجار ورؤوس حربية عنقودية وصائق تفجير بالارتطام وصائق تفجير عن قرب وكذلك جهاز إرسال واستقبال سلكي للتوجيه ولا يزود الصاروخ بالباحث للحفاظ على تكاليف الاشتباك مع الأهداف منخفضة بدلا من ذلك يتم توفير تتبع الهدف والصواريخ عالية الدقة عبر نظام استشعار متعدد النطاقات للأنظمة ويتم تقديم بيانات التوجيه عبر رابط لاسلكي لما يصل إلى أربعة صواريخ في الرحلة ويمكن إطلاق الصواريخ على ما يصل إلى أربعة أهداف في آن واحد ولكن أيضا إطلاق صاروخين على هدف واحد ويعتقد أن للصاروخ احتمال إصابة تبلغ من سبعين إلى خمسة وتسعين بالمئة وله عمر تخزين لمدة خمسة عشر عاما في حاوياته المغلقة ويمكن أيضا للمركبات القتالية الخاصة بنظام بانساير أس واحد إطلاق الصواريخ أثناء التنقل يتم تركيب النظام على هيكل شاحنة يرال خمسة ألاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرين بوزن عشر طن مع برج يضم منظومة الأسلحة وأجهزة الاستشعار ومعدات التحكم والطاقم والشاحنة بأربع مقسمات حركة إكسل ثمانية الدفع مع عجلات ذات إطار واحد وعجلات المحور الأول والثاني قابلة للتوجيه ويتم تشغيل المركبة بمحاجق ديزل مبرد بالهواء من طراز أرال سبعمائة وخمسة وأربعين يوفر قوة مائتين وتسعين حصانا وعلبة التروس بخمس سرعات أما في الجيش الروسي فيتم تركيب نظام أسلحة بانسير S1 على هيكل شاحنة كاماز 6560 ثمانية الدفع بالنسبة للإمارات فقد استلمت النظام على هيكل شاحنة مان SX45 ثمانية الدفع وهناك خيار ثاني من النظام مركبا على شاسي مجنزر من نوع GM352M1E من شركة بيلاروسية وهي منسك تراكتور بلان يمكن لنظام S1 إطلاق النار على هدفين في نفس الوقت ومهاجمة ما يصل إلى 12 هدفا في غضون دقيقة واحدة ويبلغ المدى الفعال للنظام للصواريخ 20 كيلومترا والارتفاع الأقصى 8 كيلومترات وأما مدى القذائف المدفعية فيبلغ 3 كيلومترات ويصل ارتفاعها إلى 4 كيلومترات ويمكن أن تعمل أيضا في الوضع الخامل باستخدام قناة الأشعة تحت الحمراء في نطاق الموجة الطويلة مع المعالجة المنطقية للإشارة والتتبع التلقائي تقول الشركة المصنعة يستطيع النظام هزيمة مجموعة كاملة تقريبا من التهديدات الجوية وجميع أنواع القذائف والصواريخ الموجهة بدقة على وجه الخصوص التي تطير بسرعة تصل إلى 1000 متر في الثانية وتقترب بزوايا مختلفة من 0 إلى 10 إلى 60 إلى 70 درجة ويستطيع نظام مشاغلة الطائرات التي تحلق بسرعة تصل إلى 500 متر في الثانية ومروحيات الهلكوبتر ومركبات موجهة عن بعد بالإضافة إلى أهداف أرضية مدرعة خفيفة وأيضا قوات المشاوة بشكل مباشر ويتيح الجمع بين الأسلحة الصاروخية والمدفعية للمشغل إنشاء منطقة اشتباك مستهدفة مستمرة وإطلاق النار على أهداف دون انقطاع بدءا من أقصى مدى من 18 إلى 20 كيلومتر وحتى مدى 200 متر كحد أدنى ويمكن ضرب الأهداف على ارتفاع 5 إلى 15 كيلومتر تم تجهيز بانتساير S1 بنظام رادار متعدد الأوضاع مع نظام تحكم في الأسلحة بصري ويعمل في مناطق عالية الترددات UHF ومناطق عالية الترددات للغاية EHF ومناطق الأشعة تحت الحمراء IR من الطيف ويتميز النظام بحصانة عالية ضد التشويش والقدرة على الصمود في ظل وجود إجراءات مضادة إلكترونية يجتمل نظام التحكم في إطلاق النار على رادار الإغلاق على الهدف ورادار تتبع الموجة المزدوجة والذي يعمل في النطاق الموجي عالي التردد وعالي التردد للغاية ويتراوح مدى الكشف 32 إلى 36 كيلومتر في حين يتراوح مدى المتابعة والاستهداف من 24 إلى 28 كيلومتر ويتتبع رادار النظام الهدف والصاروخ وهو في طريقه للهدف بنفس الوقت يحتوي نظام التحكم في إطلاق النار أيضا على قناة كهربائية بصرية مع جهاز تصوير حراري طويل الموجة ومكتشف اتجاه الأشعة تحت الحمراء بما في ذلك معالجة الإشارات الرقمية وتتبع الهدف التلقائي يتم أيضا تطوير نسخة مبسطة ومنخفضة التكلفة من بانساير اس واحد للتصدير مع تركيب نظام التحكم في إطلاق النيران الكهروضوئي فقط وتسمح قناتات توجيه المستقلتان الرادار والقناة الكهروضوئية بالاشتباك مع هدفين في وقت واحد ويصل الحد الأقصى لمعدل الاشتباك إلى عشرة أهداف في الدقيقة وعلى الرغم من الادعاءات الروسية حول النظام إلا أنه أثبت فشله بشكل كبير في سوريا وليبيا حيث قامت طائرات الدرون التركية الباي أكتار تي بي اثنان بتدمير تسعة أنظمة في ليبيا وعدد غير معلوم في سوريا دون أن تتمكن المنظومة من اكتشاف هذه الطائرات في الوقت الفعلي اشتركوا في القناة